اشتركوا في القناة 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 اليوم الأول من الأسبوع أو اليوم السامن زي ما بنسميه اليوم الجديد في الحقيقة العهد الجديد بيحتوي بس على ثلاث نصوص فقط قد تشير للاحتفال المسيحي بيوم الأحد ولكن برضو معنى الآيات دي مش واضح وعليه خلاف وعليه جدل لأنه كانوا دايما بيستخدموا مصطلح يوم الرب فاحنا مش عارفين يوم الرب هل هو يوم الأحد ولا كانوا بيستخدموه على أنه يوم السبت كعادة اليهود فاحنا مش عارفين هم يقصدوا الأحد أم السبت والعلماء قالوا أن الاحتفال بيوم الأحد ما بدأش بين المسيحيين غير بعد القرن الثاني الميلادي لكن في علماء كثير بتعتقد أن المسيحيين الأوائل اختاروا يوم الأحد وكأنه يوم السبت بالنسبة ليهم عشان يميزوا نفسهم عن اليهود لأن اليهود كانوا بيحتفلوا بيوم السبت فعشان المسيحيين يميزوا نفسه معن اليهود استخدموا يوم الأحد اللي هو جان فيه السيد المسيح فقالوا احنا اليوم بتاعنا هيبقى يوم القيامة يوم الحد وعادة كان بتم الاحتفال بالإفخارستية المسيحية في مساء يوم السبت اللي هو كناسيا بيعتبر يوم الحد لما ينتهي السبت فيبدأ يوم الحد وفقا للحساب اليهودي حيث بينتهي اليوم في المساء برضو جادل بعض العلماء أن السيد المسيح ما اعترتش بس عن عمد على فكرة التفسير الحماسي للفرسيين لوصية يوم السبت وحفظ يوم السبت لكن المسيحيين حاولوا يحافظوا على يوم الحد زي حفظ اليهود اليوم السبت وحاولوا يخلوا يوم الأحد يوم مميز جدا بالنسبة لهم عشان ينقلوا كل ما كان يحدث في اليهودية يوم السبت ينقلوا هما يوم الحد لليهود اللي هيبقوا مسيحيين فما يحسوش بشكل متناقض أو شكل غريب عنهم لا إحنا بس استبدلنا بدل ما نستخدم السبت اليهودي هنستخدم يوم الأحد المسيحي في نظرية بنها عالم اسمه رودروف بيقول أن الاحتفال بيوم الأحد المسيحي ربما نجم عن ظهورات المسيح بعد القيامة والوليمة اللي كانت بعد القيامة واللي غالبا كانت بتحدث دايما في اليوم الأول من الأسبوع اليوم الأول من الأسبوع كان دايما بيشير لي أنه هو يوم الأحد بدل أنه هو يوم السبت ورغم أن علم كتير رحبوا بالنظرية دي لأن تفسيره ما استحسنوش ناس كتير لأن احنا ما نعرفش إمتى فعليا كان بيظهر السيد المسيح ما تذكرش في الكتاب المقدس يوم إيه برضو وأنا قلت لكم أن تعبير يوم الرب إحنا مش عارفينه استخدم ليوم السبت ولا يوم الحد لو عايز جوتسك تعلم في تعليق بسيط لا نحن نحن نتأكدين من المسيح أن يوم الرب لأن محسوب أن اليوم الأحد هو أول الأسبوع يقول باكرا جدا في يوم الأحد أول الأسبوع فإذاً هي مسألة كتابية نحن مش على يوم القيامة على الظهورات أيضا الكنيسة تتخذ من يوم الأحد يوم من الرب على الأقل لثلاث أسبوع السبب الأولاني لأنه يتكلم عن تقديس يوم الرب كثير من الآباء وأيضا كثير من العلماء والباحثين المحدثين في الليتوربية وأشعرهم جون بنيل جون بنيل يتكلم عن تقديس يوم الرب وأنا أشارت ضعفي في كتاب حياة فكر كنيسة الآباء في فصل عن تقديس يوم الرب فمذكور أن الكنيسة تختارم أو تقدس يوم الأحد لأن الرب قام يوم الأحد هذا واحد اثنين لأن الرب ظهر للتلاميذ في العلية في أول الظهورات في لهم ومعهم تومة في يوم أحد وأيضا حل الروح القدس المعزي على التلاميذ يوم أحد هم دول اللي بيحضروني الآن في زيني طبعا ده على سبيل المثال ليس على سبيل الحظ لأن أنا حاليا مش ريدي أن أقول كلام بحثي فلذلك الكنيسة تقدس أيضا في الفرديس يوستين الشهيد في القرن المسيحي الأول كتب أن الكنيسة كانت تكتبع يوم الأحد صندي يوم الشمس وقد حولته إلى يوم مؤدس لأن المسيح هو شمسنا الحقيقية وهو شمس البر والشفاء في أجنحات إذلك الكنيسة تتخذ من يوم الأحد واليوم الثامن اللي هو بيسموه أكاتب أو أكاتب القيامة يعني اليوم الثامن هو رمز لي الخليقة الجديدة أو رمز لي الأبدية أو رمز إلى التكديل أو رمز إلى اليوم اللي هو فوق الزمن نحن في يوم الأحد بنتقى فوق الزمن وهذا اليوم يوم مقدس وقد صار يوما مقدسا لبني النور وبني النهار اللي أشرق عليهم الرمز بنور في يوم الأحد عشان كده زي ما في علماء محافظين انتقدوا رودروف برضو في دعم كامل كان لموقف رودروف نشر في مجموعة مقالات من العلماء المحافظين في عام 1982 وأيدوا فكرة إن المسيحيين بدأوا الاحتفال بيوم الأحد مش بديل عن السبت لا ده عشان الأسباب اللي لسه بيحكي فيها أبونا بدأوا إعبادتهم الجماعية كيوم الرب لأن السيد المسيح جام فيه أول ظهور كان بعد القيامة في يوم الحد ده كله برضو استخدموه لتأييد فكرة رودروف مش لنفي هذه الفكرة ده بالنسبة ليوم الأحد على مستوى الأسبوع برضو احنا تكلمنا عن الأحد هنتكلم عن يومي الأربعاء والجمعة ودول يمكن من أقدم الأصوام الموجودة في الكنيسة قد أمر الدداخي في الفصل الثامن الفقرة واحد بيقول أن المسيحيين ما عليهم أنهم لا يصوموا يومي الاسنين والخميس أيام الصوم المعتادة عند اليهود بل يومي الأربعاء والجمعة واستمر التقليد ده متبع على نطاق واسع في القرون اللاحقة ما أنهم اختاروا اليومين دول غالبا يوم الأربع عشان هو اللي تم فيه المشورة للقبض على السيد المسيح ويوم الجمعة تم فيه صلب السيد المسيح فاستخدموا يومين الأربعاء والجمعة عشان يبقى يومين صيام على مدار السنة مع عادة فترة الخمسين المقدسة واستمر هذا التقليد لحد دلوقت وفي عام 1960 أحد العلماء افترض أنه لم يقص في الاعتبار مدى عمق جزور العادات الليتورجية وأشار إلى التقويم الشمس المستخدم بنجالي اليهودية في قمران حيث كان ليومين الأربعاء والجمعة مكانة بارزة هو عايز يرجع فكرة الأربع والجمعة برضو لجزور يهودية وبيقول أن اليومين دول كانوا مميزين جدا عند جماعة قمران في اليهود وكان فيها بتحصل تجمعات تقصية خاصة في قمران على حد علمه فالاختيار المسيحي لهذه الأيام بدلا من الأيام اليهودية التقليدي كان تأثر على الأرجح بمعرفة بعض المتحولين في وقت مبكر بالتقويم الشمسي اللي كان متبع في جماعة قمران لكن احنا عندنا الأربعاء والجمعة احنا بنصيمهم عشان موضوع التشاور وموضوع صلب السيد المسيح يوم الجمعة الكنيسة أيضا في يوم الأربع تريد أن تقول أننا نصوم يوم الأربع لأننا لسنا مع الذين أتوا ليقبضوا على المسيح مع يهوز وأنا لما أصوم الكنيسة تعلمني أن أنا أقول للمسيح أنا صايم لأنني لست من بين الذين أتوا للقبض عليك وأنني عندما أصوم يوم الجمعة أنني لست من بين صالبيك ولكنني أنا عطشان إلى أن أنال الخلاص اللي أنت صنعته من أجلي على عود الصديق لذلك كنيسة أدس اليومين دولوا بيعتبروا من الصيامات السيدية لأنها كلمة صيام سيدي معناه أنه يخص السيد نحن نصوم من أجل أن نكون مع السيد في شركة مع الآلام لأن الذي يتألم هو الذي يتمجد كده هو خلصنا من فترة الفترات الإسبوعية هنتكلم على الفترات السنوية وأول عيد وأهم عيد كان موجود في الكنيسة هو عيد القيام أو بيسموه كان زمان عيد الفصح المسيح في سؤالين رئيسين بيتعلقوا بالاحتفال بعيد القيامة اللي هو كيف بدأ الاحتفال مبكرا في تاريخ الكنيسة وما الذي ظهر أولا هو الاحتفال به يوم الأحد ولا بالاحتفال به في يوم القيامة الفعلي المجموعة اللي أطلقنا عليها اسم الأربعة عشرية فيما بعد عشان هما كانوا بيحتفلوا بيوم الفصح نفسه اللي هو يوم 14 نيسان أيا كان يقع في الأسبوع يوم 2، 3، 4 هما بيحتفلوا به بعيد القيامة لكن الكنيسة كانت بتحتفل دايما يوم الحاد فاحنا عايزين نعرف أنهي اللي ظهر الأول معظم الباحثين بيروا أن يعيد القيامة بيرجع إلى عصر الرسولي على الرغم أن الشهادة الواضحة على الاحتفال به ما بتظهرش غير في القرن الثاني الميلادي وأن الاحتفال به يوم الأحد كان نموزجيا من القرن الأول وأن كانت الممارسة الأربعة عشرية اللي هي بتحتفل يوم 14 نيسان أيا كان اليوم هي مجرد انحراف محلي عن الكنيسة كجزء من نزعة التهويد اللي ظهرت في الكنيسة واللي تعمل عليها أول مجمع في الكنيسة في أور شليم وأن الاحتفال السنة وبعد القيامة في يوم الأحد هو أقدم احتفال أسبوعي بيوم الأحد من ناحية أخرى بعض الباحثين حاولوا يثبتوا أن الأربعة عشرية دي ظهرت في فلسطين باعتبارها هي التكيف اليهود المسيحي المبكر للاحتفال بالفصح لأن احنا شفنا فيها نزعة التهويد عايزين يخلوا الاحتفال بالقيامة معا أن احتفال نفسه بالفصح يوم 14 نيسان فدي حركة بيقول العلم أن هي ممكن تكون ظهرت في فلسطين عشان حركة التهويد اللي ظهرت فيها وجادلوا بأن الاحتفال بيوم الأحد هو اللي كان تطور بعد كده والأساس كانت الأربعة عشرية لكن الأبحاث والإثبتات الحديثة أثبتت أن الأحد هو اليوم الأقدم فعلينا أن نستنتج العكس أن اليوم الأحد هو الأساس والأقدم وأن الأربعة عشرية كانت مجرد هي انحراف وعشانها اتعمل وتثبت في المجمع فيما بعد ربما كانت الصعوبة في عيد القيامة بس هي حساب التاريخ اليهودي عشان كده في القرون الأولى ما كانش في حد كتير بيقدر يحسب حساب التاريخ اليهودي لأن التاريخ اليهودي هو حساب قمري شمسي معتمد على الاتنين نحن عندنا آه تقويم شمسي وفي حالين اللي هو التقويم الهجري ده للتقويم القمري التقويم اليهودي بيعتمد على الاتنين فكان صعب علينا حساباته لحد ما تثبت طبعا كان العلم متطور في كنستة اسكندرية لحد ما قدوا قالوا أني لازم كنستة اسكندرية هي اللي تبعت الرسالة كل سنة بمعاد عيد القيامة وده مزبوط في الرسائل الفصحية اللي كان بيبعتها البوات من بعد القرن الثالث وما بعده بعد كده عيد العنصرة عيد العنصرة بتشهد عدة مصادر في مناطق مختلفة في نهاية القرن الثاني بداية القرن الثالث أنه كان فيه احتفال مسيحي بفترة الخمسين يوم اللي بتلي عيد القيامة لكونها موسم عيد الموسم كله هو موسم عيد يعني مش بيسموه عيد واحد هو الموسم العيد والحد دلوقت احنا فترة الخمسين ما فيهاش صيام لأنها موسم عيد بالكامل واعتبرت وقتا للفرح وكانت كل الأيام فيها بتعامل معاملة يوم الأحد دون سجود في الصلاة اللي هي دون مضانيات أو أي أصوام ودي الممارسة اللي احنا لحد دلوقتي باقية حتى اليوم برضو بتشير العدلة احتفال بالموسم ده ما كانش عالميا زي ما احنا مفترضين لأن القانون عشرين لمجمع نيقية بيشير إلى بعض الذين يسجدون في يوم الأحد وفي أيام عيد العنصرة ويأمرونهم بالإقلاع عن هذه العادة فمن القانون ده نفهم أن وقت مجمع نيقية كان لسه في ناس ممكن تقدم السجود يوم الأحد وبتقدم السجود في عيد العنصرة ما كانوش بيعتبروه موسم مش عيد أو ممكن يصوموا فيه ويقدموا فيه ميطانيات وبرضو ما عندناش أي كتبات تذكر من أفرهات أو أفرام السرياني في شرق سوريا في أماكن أخرى كان الأسبوع الأول بعد عيد القيامة ليه تركيز خاص خلال مسم الخمسين لأنه كان فيه بعده أول ظهور للسيد المسيح بعد القيامة اللي هو بنسميه حاليا حد تومة أو حد النور وكانت فيه وقت من الأوقات هي الامتداد الوحيد لعيد القيامة لمدة أسبوع بس الاحتفال بتم وبعد كده باقي الأيام بتبقى عادية خالص وده بيذكر القانون 43 من مجمع أسبانيا في أليفيرا سنة 300 ميلاديا ده بيصعى إلى تصحيح ما يصفوا بأنه ممارسة فاسدة يعني بيقول أن الناس اللي بتحتفل أسبوع بس دي ممارسة فاسدة ويصر على أن الجميع يجب أن يحتفلوا بيوم عيد العنصرة اللي هو بعد خمسين يوم من قيامة الرب وعلى أي حال من الأحوال يبدو أن الالتزام بالخمسين يوم ما كانش متجزر بعمق لدرجة أن نتمكن من مقاومة الضياع خلال القرن الرابع وإحنا ذكرنا بالفعل في الكتاب بيقول تركيز خاص في عديد من الأماكن على الأسبوع الأول من هذا الوقت زي ما كنا بنتكلم دلوقتي عن مجمع أليفيرا بالإضافة إلى ذلك في قسطنطية وروما وميلا وأسبانيا يعني أعتبر دولة في الغرب كله كان يحتفل باليوم الخمسين نفسه كذكرى لحلول الروح القدس بينما في أماكن أخرى بما فيهم فلسطين ورشاليم كان يحتفل بالصعود وحلول الروح القدس معا في نفس اليوم في اليوم الأربعين وقرب نهاية القرن الرابع ظهر عيد الصعود منفصل في يوم الأربعين في عدد من الأماكن منها أنطاكيا ونيسا وشمال إيطاليا وأصبح عالميا تقريبا في أوائل القرن الخامس برضو في أصار لوجود احتفال بمنتصف فترة الخمسين في بعض الأماكن في احتفال بيسموه منتصف فترة الخمسين اللي هو بعد خمسة وعشرين يوم يعني يكسم الفترة كده نصفين على الرغم أن الكنيسة ما تزالت لحد الوقت بتحتفل بفترة الخمسين كلها معرفناش ليه ظهر الاحتفال منتصف الخمسين عشان يبقى فيه حي في النص يعني إحنا ما فيش حد بيستقن في الصوم مثلا أربع جمعة بعد خمسة وعشرين يوم وفي ناس بتكمل لحد عيد الصعود لا إحنا فترة الخمسين كلها هي فترة عيد وموسم عيد بالنسبة للكنيسة حتى وقتنا هذا بعد كده عندنا من المواسم السنوية فترة الصوم الكبير والأدلة على وجود موسم الصوم الكبير تظهر بشكل مفاجئ في أول القرن الرابع زي ما أشار توماس تالي إنه قبل مجمع نيقية لم يكن يوجد هناك تسجيل لمثل هذا الصوم لمدة أربعين يوما قبل عيد القيام يعني قبل مجمع نيقية عندنا هناك تسجيل عن صوم مدة أربعين يوم ومع ذلك بعد بضعة سنوات فقط من انعقاد المجمع وجدناه في معظم الكنيس باعتباره تقليدا راسخا وإنه أصبح عالميا تقريبا ليؤثر على كل الكنائس التي تبنته يعني هو مستغرب من الظهور المفاجئ لموسم أربعين يوم كنا لسه بنتكلم عنه في مجمع نيقية أصبح منتشر جدا بعدها على طول فغالبا هو كان ليجي زور في بعض الأماكن فترة الأربعين يوم افترض معظم العلماء أنه ده مرتبط الصوم ده مرتبط بفترة صوم يسوع في البرية لأنه بعد المعمودية احنا عارفين أن السيد المسيح بيقول لك صعدة إلى الجبل وطلع ناكل يجرب ويجرب بين إبليس في فترة الأربعين يوم وده اللي كان بيحصل في كنيستي اسكندري أنه كان بعد عيد الغطاس تبتدي فترة صوم الأربعين يوم وبعد الأربعين يوم نفطر نصوم أسبوع الفسح ونعيد القيام ما كانش مرتبط ببعضه لحد ما التاريخ بيقول أنه هم انضموا لبعضيهم وبعدين فيما بعد تضاف لهم أسبوع الاستعداد لحد ما بيجي شكل الصوم اللي هو وصل حاليا عندنا التركيز على الصوم من قبل المجتمع المسيحي بأكمله كان بشكل أساسي للمتقدمين للمعمودية احنا عرفنا من التاريخ ومن المخطوطات أنه كان فترة تجهيز وتسليم تعليم الموعوظين بيعلمهم كل ما يخص الأسرار والكنيسة المسيحية في فترة الأربعين يوم وعشان يتعمدوا خلال آخر الصوم الكبير حتى كان في فترة بيسموها فترة تسجيل الأسماء قبل بداية الصوم برضو وجدنا أن الصوم ما بيجيش قبل الفصح مباشرة زي ما احنا قلنا لكن هو بيظهر في اليوم التالي اليوم 6 يناير اللي كانت محتفل بالكنيسة كاحتفال بمعمودية الرب كان 6 يناير لحد ما بيجي لا نفصل عيد الميلاد وعيد الغداث زي ما احنا هنشوف فيما بعد فبالتالي كان بيقع في التسلسل الصحيح لقراءات الإنجيل زي ما احنا ماشينا على قراءات الإنجيل زي ما اتعمد المسيح وصادة للجبل وجرب من إبليس 40 يوم احنا بعد عيد الغداث خلاص هنصوم 40 يوم وبعدين أسبوع الفصح ده لوحده وبالتالي موسم الصوم الكبير لما ظهر كظاهرة علامية في القرن الرابع ده نتيجة اندماج تقاليد سابقة متميزة صوم لـ 40 يوم بعد الغداث وانضم ليهم صوم أسبوع الفصح اللي هو كان بيسبق عيد القيامة وانضم ليهم بيجيوا فترة 48 يوم لحد ما اضاف ليهم أسبوع الاستعداد وصلنا لصوم من 8 أسابيع كاملة لحد موسم عيد القيامة شكل الصوم الكبير كان في الكراسي المسيحية كان مختلف مثلا على سبيل المثال في روما الاول ما كانتش تعرف غير صوم مدة يومين بس الفصح قبل عيد القيامة وبعد كده حطت الـ 40 يوم جاب ليهم على طول فبيجي عندنا صوم يبدأ من 42 يوم يبدأ من يوم الأحد لمدة 6 أسابيع ونظرا لعدم وجود أي صوم يوم الأحد فكان فيه كده هيصوموا فعليا 36 يوم بس يعني هما كانوا بيصوموا السبت لكن لحد لا فكان كده وصلنا للصوم فعلي 36 يوم لكن في الشرق المسيحي ما كناش بنصوم سبت وحد فوصلنا كده الفترة 31 يوم من الصيام فعليا من الصوم الكبير الكناس الأخرى في الشرق مثل أنطقيا مدت الصوم بالفعل قبل الميلاد إلى 6 أيام الأول أسبوع بعد كده بدأت صوم لـ 40 يوم يوم لـ 2 بعد حد اللي قابل يعد القيامة بـ 7 أسابيع يعني كان فترة الصوم عنديهم 7 أسابيع مع 6 أيام أخرى في أسبوع الفصح أقدم حالة نعرفها عن صوم 8 أسابيع هي قالتها الرحالة إيجيرية في أورشاليم هي أول واحدة قالت إن الصوم بيتكون هناك من 8 أسابيع من الصوم هي الوحيدة اللي قالت يعني أقدم صوم 8 أسابيع معروف في أور شليم وقدمت لي هنا العزات بتاعة القديس كيرولوس العزات الأور شليمي عزات الموعوظين وقدمت لينا إثباتات من القراءات لمدة 8 أسابيع من الصوم الكبير هناك في فترة 8 أسابيع نتكلم شوي عن الأسبوع المقدس الأسبوع المقدس أو بنسميه إحنا الأسبوع العظيم أو أسبوع البسخة أو زي ما يطلق عليه الآن أسبوع الألام هو محاولة لإحياء ذكرى الأحداث المفصلة للأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح في الأيام المعينة اللي اعتقدوا فيها أن الأحداث دي حصلت بالفعل إحنا في أسبوع البسخة حرفياً بنتابع المسيح خطوة بخطوة سواء في قراءات الصباح أو قراءات المساء نلقى لحد من يوم لحد الشعنين لحد الجمعة الكبيرة إحنا بنتابع المسيح خطوة بخطوة في كل أحداثه وكل حياته اللي نقدر نمر فيها وأنه بيقولوا أن اللي بدأ الموضوع ده في أورشاليم موضوع الخطوة بخطوة المسيح مع أسقفها اللي ترجي القديس كورولوس الأورشاليمي برضو القصة بتباني أن هي أكتر تعقيد لأن معظم ما أصبح الطقس النموذي للأسبوع المقدس في العديد من الكنائس يدين بأصله إلى رغبة الحجاج الذين جاءوا إلى الأراضي المقدسة في المناخ الدين الجديد زي ما قلنا في أول محاضرة عن تأثيرات زيارات الحجاج أنه ممكن يجيب طقس من بلده لأورشاليم ويأخذ من طقس أورشاليم يوديه لبلده فكانت أورشاليم يعني يعتبر متأثرة بكل الكراسي وكل الكنائس وإحنا برضو تأثرنا بيها ربما إحنا عرفنا كنستة إسكندرية الصوم التمن أسابيع لما حد راح أورشاليم وشاف هناك رجعنا حطينا أسبوع الاستعداد إحنا كان عندنا كده كده سبع أسابيع فحطوا أسبوع فبيجي ثمن أسابيع وأطلقنا عليه أسبوع الاستعداد لكن العالم روبرت طفت بيقول أن مثل هذه النزعات التأريخية كانت موجودة بين المسيحيين قبل فترة طويلة من القرن الرابع وأن يمكن المبالغة في درجة التأريخ في طقوس أورشاليم في القرن الرابع زي مثلا كانت هناك بتحصل وقت أسبوع البسخة أو أسبوع المقدس أن هما بيزوروا كل الأماكن اللي مشى فيها السيد المسيح والحد دلوقتي الممرسة دي بتحصل بيقول أن هما بيروحوا موقع المفترض للعشاء الأخير بيروحوا منزل قيافة ويروحوا القصر بتاع بلاطس ويطلعوا من وقت العليقة في الجبل وإذا مواضع الأنبياء في العتيقة يعني الرحلة إيثيرية أو إيجيرية قد قدمت وصيقة لترجية في غاية الأهمية عن بواكير العبادة المسيحية والرحلة دي هي وقعتها على المواقع الجغرافية ومشت فيها أيضا وفقا للتسلسل الزمني فهذه الرحلة موقعة جغرافيا وتاريخيا وزمنيا على رحلة حياة السيد الرب منذ الولادة في بيت لحم إلى العنصرة والحقيقة هي وصيقة جبارة جدا يعني كان الحجاج في المقادس يذهب إلى حيث مكان الحدث وهناك يقرؤون النص الكتابي المناسب للحدث فذي يعني تعتبر أحد الوسائق الهامة جدا التي وصفت الزمان والمكان ومعروف أن الرحلات أدب الرحلات هو من أنواع الأدب وأنواع الكتابات القديمة وهي يعني الوسيقى بتاعتها بتستخدم لتسجيل وقائع وأيضا قد سجلت أيضا الطريقة التي كانت يتسلم بها الموعوزين المستاجوجية اللي هي التعليم السرية ثم تعليم الكتاشيزم اللي يبتعت الموعوزين وقد استخدمت أيضا تعليم كيرولوس الأرشليمي ويحنى زهبي الفم اللي كانوا كتبوا كتابات خاصة بالموعوزين والقديس أغسطينوس أيضا كتب أيضا الموعوزين لكنها استخدمت بالأكثر كتابات كيرولوس الأرشليمي لأنها أشهر كتابات خاصة بتعليم الموعوزين ولأنه هو الأسقف المكاني بالنسبة للأرشليم أما فيما يتعلق بريادة كرسي أرشليم لأن أرشليم كانت تسمى هي أم الكنيس وهو من أول الكراسي الرسولية وهناك دراسات لترجية وأنتم بحاسة في اللترجية ونشكر ربنا أن احنا بنحظى في مدرسة تيرانوس أن قسم اللترجية بربطة الجروب كده كلها تأتي إلينا أدسك كباحث وفي الماجستير أيضا نيفت الأنبى أبينا الحبيب أنبى مكاري أيضا أختنا نيفين وعلى رأس الكل الأستاذ الدكتور الأرشدياكن رشدي فالجزور اللترجية هذه معروف تأثيرات الشكل الأرشليمي على تأثيره على الشكل السكندري أو على اللترجية السكندرية زي ما قلنا أن كنيسة أرشليم أثرت على كل الكنائس بعض العلم منهم العالم الكبير تالي بيقول أن كنيسة أرشليم تأثرت بكنيسة اسكندرية في موضوع سبت العازر ما كانتش بيحتفل بي هناك عموما هذه قاعدة عامة لابد أن نفكر فيها ونعرفها أن الثقافات تتلاقح وتتلاقى وتتبلور مثلما هناك الموسيقى الفن الرسم الليتورجيات أيضا تتلاقح وتتناسق يعني إحنا ما عندناش في الفن الإبتي هناك أيضا فن بيزنطي مشتهر جدا موجود في كنيسنا وفي أعرق وفي أقدم الكنائس أيقونات وأنتم يعني تعلموني في الأمور ديت فتلاقح الثقافات وتلاقيها وأنها تطعم بعضها البعض وتأخذ منها بعضها البعض ده أمر معروف يعني مش في الليتورجيات بس فبيقول العالم تالي أن ربما كنيسة أرشاليم استمدت الاحتفال بسبب العزر من كنيسة اسكندرية لأنه كان زروة نهاية الاربعين يوم بتوعهم لأنه نحن زي ما قلنا كنيسة اسكندرية كانت بتصوم أربعين يوم نهايتهم بيكونوا سابت العزر وتبتدي بعد كده أسبوع الفصح في فترة متأخرة على حسب موعد عيد القيام برضو بيشير أن الأسبوع المقدس ما اتطورش مرة واحدة كده كوحدة متكامنة لكن كان نتيجة الاندماج والتلاقح والتناغم زي ما قلت قدسك يا أبونا الحبيب ما بين الليتورجيات وما بين الثقافات المتعددة في البلاد المختلف ندخل على عدي الميلاد والغطاس صراحة برضشو بيجمعهم مع بعض لأنهم كان احتفال بهم الأول مع بعض اسمهم أعياد الظهور الإلهي والقدسك غالبا كتاب اسمه أعياد الظهور اللهي بيتكلم عن عدي الميلاد والغطاس كوحدة واحدة في الحقيقة في القرن الرابع ابتدى ظهور يوم 25 ديسمبر كاحتفال مسيحي في الغرب وستة يناير كاحتفال مماثل في الشرق من خلال عملية تبادل وانتشر لاثنين ليصبح في الآخر احتفال علامي في جميع أنحاء الكنيسة لكن سبب اختيار هذه التاريخ بالتحديد مش واضح لكن هناك نظريتين علميتين تتعلق بأصول الأعياد إحدى النظريات بيسموها فرضية الحساب ودي أرجعت الاحتفالات إلى نتائج محاولة حساب اليوم المحدد في السنة التي ولد فيها يسوع بالفعل دي فرضية الحساب لكن احنا عرفنا فيما بعد أن الفرضية دي كان فيها خطأ حوالي أربع سنين فارجعنا ميلاد المسيح أربع سنين لوراء التاريخ الميلادي يعني المفروض كان يتأخر أربع سنين وكان بيعتقد أن التواريخ المحددة فعلا وصل لها لكن اكتشفنا فيما بعد أن التاريخ دي كانت محتاجة شوية تعديلات لكن ما عرفنا شو نعملها واستقر الأمر على ما هو عليه في وقت لاحق فضل العلماء ما يسمى فرضية تاريخ الأديان ودي تقدمت أول مرة في القرن الثمانداشر وبيقولوا أنه تم اختيار خمسة وعشرين ديسمبر في روما عشان كان هو تاريخ الانقلاب الشتوي في التقويم اليولياني وهو عيد وسني شعبي عيد ميلاد الشمس التي لا تقهر كان في روما عشان كده هو عيد عمله في وقته عيد الميلاد لأنه كان هيبتدي النهار يطول فالمسيح هو النور ميلاد الشمس فقالوا المسيح هو شمس البر نحتفل بميلاد المسيح في هذا اليوم لو حابب قدسك تعيش تاريخ ده تاريخ الانقلاب الشتوي وبعد مرحلة السلام واستقرت الكنيسة بعد قسطنطين أرادوا المسيحيين أنهم يجذبوا كل الشعوب الوسانية حواليهم زي ما قلنا باعتبار المسيح هو شمس البر وزي ما فيه احتفال بروما اسمه عيد ميلاد الشمس التي لا تقهر احنا نحتفل بعيد ميلاد المسيح شمس البر في التاريخ ده لكن في المقطعات الشرقية احتفلنا بيوم ستة يناير كيوم تاريخ الانقلاب الشتوي وإحنا اللي بنحتفل به لحد دلوقت اللي هو يوم سبعة يناير حتى احنا لحد دلوقت يوم تسعة وعشرين كياه بيقولوا دايما أكثر نهار وبعدها النهار هيبدأ يطول فعشان كده خدنا منها منهجية المسيح شمس البر ونحتفل به بعيد الميلاد وده بدوره بيوحي ان عيد الميلاد انه موجود بالفعل قبل 311 ميلادين لانه قبل السلام لقسطنطين وقبل العصور السلام واستقرار الكنيسة وبالتالي كان العيد في تاريخ غير محتمل ان يرغب فيه المسيحيين من جهة اي وسائل تكيف لأقل من المشاعر الدينية الامبراطورية الودية لانه ما كانش فيه سلام فبيحاولوا يتكيفوا مع اي مشاعر دينية موجودة وتم دعم فرضية الحساب وباقتراح تالي انه احتمال يكون عيد الميلاد ظهر لأول مرة في تلك المنطقة اللي هي شمال افريقيا وليس في روما كما هو مفترض عادة وقدم تالي طبعا اسباب قوية عشان يفضل فرضية الحساب دي في يوم 6 يناير واسبت انه بالدليل القاطع انه وجود احتفال وسني واسع النطاق كان في 6 يناير هنا في مصر وازهر العالم بنته ان كلمانتوس السكندري في وقت مبكر من نهاية القرن التاني الميلادي كان يعتقد ان 6 يناير في العام التاني قبل الميلاد هو تاريخ الميلاد الفعلي للسيد المسيح لكن بنته اللي معرفوش ان 6 ابريل اللي هو يعتبر المعادل الشمسي اليوم 14 النسان في اس الصغرى وبالتالي كان 6 يناير معتمد على اختياره لده ولفت تالي الانتباه الى ادلة من قوانين اساناسيوس ودي وثيقة ربما ظهرت في مصر في النصف التاني من القرن الرابع الميلادي يتضح فيها ان محور عيد الابيفانيا اللي هو الغطاس هو بوضوح معمودية يسوع ولم يذكر عيد الميلاد خالص وهناك نقطة مهمة عن عيد الغطاس بكونه يقع في بداية العام اللي ترج دي ربما ما بعد القرن الرابع ابتدى خلاص ينفصل عيد الميلاد عن عيد الغطاس وده بيقى عيد لوحده وده بيقى عيد لوحده بيجادل برضو تالي ان اعتبر ان 6 يناير هو ميلاد المسيح وتمت معاملته على انه بداية السنة اللي ترجي في مصر زي ما تعامل في 25 ديسمبر هو الترتيب الزمني لرغما في 354 ميلاديا وعشان كده في مصر بدأت قراءة انجيل مرقص وهو الانجيل المرتبط بكنيسة اسكندرية طبعا في ذلك التاريخ وبداية هذا الانجيل بعينه بتكون معمودية يسوع فكان عيد الغطاس هو بداية السنة اللي ترجية اللي بيبدأ بيها انجيل مرقص فعشان كده بيقول ان عيد السيوفانية او الايبيفانية كان مرتبط بالغطاس في السنة اللي ترجية واقترح برضو ان شيء مشابه ممكن يكون حصل في حتة اخرى بسبب ارتباط القوي بانجيل يوحنى بأس الصغرى ربما هناك بدأت القراءة في 6 يناير وطبعا احنا عارفين العلاقة القوية ما بين عيد الغطاس وعرس قانا الجليل فيما بعده اول معجزات السيد المسيح وفي قرشاليم وفقا لإجيريا برضو كتاب القراءات الارمني كان تركيز الاحتفال على عيد الميلاد وهناك دلائل على ان دورة انجيل متة اللي بتتضمن قصة الميلاد كانت هي بداية الأصل في هذا الموسم فموسم عيد الميلاد والغطاس كان موسم كده متداخل مع بعضه كان الناس بتحتفل بيه الإيبيفانيا الاساس بتاعها هو معمودية المسيح وناس تاني بتحتفل الاساس بتاعها هو ميلاد المسيح لحد ما في قرن الرابع غالبا نفصل العيدين وبيجي فيه احتفال خاص بعيد الميلاد واحتفال خاص بعيد الغطاس وهو ما ثابت حتى وقتنا هذا في الخاتم احنا ممكن ناخد دروس من الاندماج والتوافق ما بين الأعياد والمواسم في الكنيس المختلفة اول حاجة كما ان الحال في حالات المعمودية الافخارستية بيتعمق الاخرون في المصادر الاولية لمواجهة المزيد من التنوع بدلا من فكرة التوحيد في القرون الاولى العالم هنا بيميل براتشو انه لا كانت فيه تنوع كبير في القرون الاولى وادى الى التوحيد متأخر مش كان فيه توحيد وبعدين تنوع ما تم اعتباره ممارسة سائدة في الكنيسة المبكرة غالبا في كثير من الحالات هو تطور لاحق او تكيف للتقاليد الاولى وما تم رفضه على انه انحرفات محلية غالبا هو كان الممارسات الاقدم في الكنيسة وقوانين الكنيسة والمجامع كانت بتحاول تحذر هذه الممارسات في القوانين بتاعها تالت درس احنا نتعلمه ان احنا مش ممكن نستمر في الافتراض التقليدي بان التقويم هو اللي ادى الى ظهور القراءات في كل حالة العكس تومس تالي بيفترض ان ساعات هي القراءة هي اللي سبتت مكان العيد يعني احنا هنا القراءة بتبدأ بمعمودية يسوع فاحنا نعمل معاد عيد الغطاس هنا احنا خلاص عيد الميلاد عملناه عشان عيد ميلاد الشمس اللي تقهر في الفترة دي كنا نبدأ انجيل ماركوس فتومس تالي بيفترض ان بما ان القراءات بتبدأ بمعمودية يسوع فنحط في هذا الموضع احتفال عيد الغطاس ويبقى عيد الابفانية بحسب تقليد قراءة النصوص الكتابية في اوقات معينة من السنة اقام بعض المواسم في هذه الدورة اللي ترجية السنوية سواء في المواسم وسواء في الاعياد شكرا لوقتكم شكرا لاستضافتك ابونا الحبيب وشكرا لتجيعك وتعبك تيش نشكر ربنا كتير يا ابونا من اجل هذه الدراسة القيمة نشكر ربنا ان قدسك بتدينا مثل ان قدسك لم تكتفي انك قد صرتك هنا وقد اكتفيت بالدراسة في كلية الكليريكية لان الدراسة ليس لها غرض الا المعرف وليس لها غرض الا النمو في محبة ربنا وليس لها غرض الا الاقتراب من الينابيع والتفتيش في الابار من اجل المياه الحية قدسك بتدينا مثل كدارسين في مدرسة مهتمين جدا في تيرانوس العلم من اجل العلم فقط في تيرانوس العلم من اجل العلم فقط ولا يعني العلم في حد ذاته لا يكافأ عليه بانه ناخد معه حاج لانه بعد التنوير مفيش حاج فشكرا واضاءات جديدة تشرق في عقلنا وقلوبنا من اجل ان تتغير نفوسنا اولا ليس من اجل التسليل العقلية والكم المعرفي بقدر ما هو المعرفة ربنا الاختبارية والتزوق والعيش مع ربنا لانه ماذا ننتفع لو ربحنا جميع الموسوعات وجميع العلوم وقد خسرنا انفسنا الله لا يسمح الله يعطينا نعمة ويعطينا سجود العقل وان نتأدب بالمعرفة وان نعيش بيها وان نتقدم الى ما هو قدام وان نصير قدوة لان العلم والكلام قد صار كثيرا الهوة ملا كلام وكل واحد اخذ سبعمائة شهادة كارتون كدهوت كل اللي مش عارف يروح كل اللي يقرى كتاب ياخد شهادة كارتون كل اللي قرى كتاب ياخد شهادة كارتون طب هتودي الورق الكارتون ده كله فين في الاخر بقى صعب يعني مالوش مكان يتشل فيه شكر ادسك ابونا قلتلنا كلام مليح صحيح وقد يعني زينتنا بمعارف كتيرة ربنا يدي ادسك الصحة ودايما نشوف ادسك بكل في خير تأتي الينا من مشوار بعيد من الصعيد المسيح الهنا هو اللي عوض ادسك واشكركم طلبة مدرسة تيرانوس اتمنى لكم وقت طيب لربنا المجد دائما ابدا ادسك ادسك ادسك